الجديد من دروس تعليم اللغة الإنجليزية من خلال الجمل الشائعة مجاملات هذا لطف منك أنت في غاية الكرم إنها تبدو جيدة شكرا على الإطراء هذه العبارة تستخدم كتحية لشخص على وشك الأكل يقبلها في العربية صحة وعافية أو بالعافية أمسية سعيدة أو أتمنى لك أمسية سعيدة نتمنى لكم إجازة سعيدة هذه الكلمة غالبا ما تستخدم عند تحية شخص يريد الشرب يريد الشرب عصير أو أي مشروب آخر أمسية سعيدة ذوقك رائع أو لديك ذوق رائع ما أجملها من تسريحة شعر تسريحة شعر أنت واسيم هذا اليوم أنت لطيف جدا أمسية سعيدة أمسية سعيدة أمسية سعيدة لن أنساك أبدا أو لن أنساك أبدا شكرا لكم على المتابعة وفي الدرس اللاحق سوف نتعلم عبارة الأعذار أو العذر apologizing لا تنسى الاشتراك في القناة والتعليق وعمل لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك كذلك إلى اللقاء في درس لاحق